في إطار زيارته لدولة جنوب السودان التقى وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم النائب الأول رئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار وخلال المباحثات أكد وزير الرأي أن المشروعات التي تنافذها مصر تهدف لخدمة مواطني دولة جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية والحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على الصحة العامة كما التقى سويلم جيمس واني نائب رئيس الجمهورية والمسؤول عن القطاع الاقتصادي بجنوب السودان تناول لقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات كما التقى وزير الرأي مع تابعان دينج نائب رئيس الجمهورية والمسؤول عن قطاع المشروعات والبنية التحتية حيث بحسا سبل تعزيز مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرأي بالإضافة لمناقشة سبل فتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان خاصة في مجالي الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية موسيقى موسيقى موسيقى